موسيقى مساء الخير أو صباح الورد في الحلقات الماضية قدمت لكم سلسلة من الأخطاء النسخية في القرآن منها ما أشارت له مراجع إسلامية مهمة ومنها ما كشفته مادة علم الفيلولوجيا في هذه الحلقة نتطرق لأسئلة المشاهدين ونختار رسالة وصلتني من الأستاذ إحسان عبد ربه تحية له من هذا المنبر يقول الأستاذ عبد ربه أخي وأستاذ العزيز بعد التحية الأخوية وتكملة لما في حلقاتك حول أخطاء النصاخ الأوائل في كتابة وتدوين النص القرآني أطلب رأيك حول ما توفر لديك من معلومات عن معنى كلمة الذكر وما رافقها من تأويلات تناولتها في إحدى حلقات برنامجك الموفق التاريخ المبكر للإسلام حيث ذكرت أن كلمة الذكر تنصرف إلى التوراة حسب الآية 105 من سورة الأنبياء التي تقول ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يردتها عبادي الصالحون فواضح وجري بأن التوراة هي الكتاب الذي سبق الزبور ولقد تفضلت أخي الكريم بالقول بأن مخطوطات صنعاء ورد فيها أيضا بالآية 6 من سورة الحجر يا أيها الذي نزل عليه القرآن إنك لمجنون وبناء على ما سبق استفسر عن معنى كلمة الذكر في الآية التالية من سورة الفرقان ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرة ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني تخدت مع الرسول سبيلا يا ويلتي ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خدولا وقال الرسول يا رب إن قومي تخذوا هذا القرآن مهجورا إلى آخره لقد وردت في هذه الصورة تبعا الكلمتين معا الذكر والقرآن فما تفسيرك لكلمة الذكر في هذا الصياق لتعميم الفائدة لكافة المهتمين مع خالص الشكر والامتنان أخي وأستادي الذي نكن له كل الحب والاحترام والتقدير ونمن النفس في لقاء قريب نجدد فيه التواصل الأخوي والمعرفي معا شكرا للأستاذ عبد ربه على هذه الرسالة التي تحمل في طياتها معالم الرقي والتفكير والتدبير رغم وجود اختلاف في الرأي بيني وبينه في عدة أمور تتعلق بالدين فهو رجل مسلم مؤمن بعقيدته وله غير على هذا الدين ومع ذلك فالاختلاف لا يفسد للود قضية فالآية 29 من صورة الفرقان تشير بوضوح إلى وجود الذكر والقرآن مع بعض وفي أول آية من صورة صاد نجد هذا القرآن ميزته أنه ذي الذكر صاد والقرآن ذي الذكر أي أن الذكر يشكل الأساس والأرضية للقرآن ولهذا جاء في صورة النحل الآية 43 وما أرسلنا من قبلك إلا رجال النوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وأهل الذكر هم أهل الكتاب فهذا الذكر يشمل على الكتب المقدسة السابقة كالتوراة والإنجيل كما جاء في صورة المائدة وقفينا على أثرهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعدة للمتقين آية 46 والقرآن لا يلغي ولا ينصخ الكتب السابقة كما تفيد الآية التي بعدها وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون فهي الدعوة صريحة لأهل الإنجيل بتطبيق حكمه وإلا فهم الفاسقون نعود الآن إلى الآية التي تحدث عنها الأستاذ إحسان عبد ربه في صورة الأنبياء 105 ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادية الصالحون الزبور كما قلنا هو كتاب النبي داود بين قوسين المزامير وبموجب هذه الآية فسر معظم علماء الإسلام الذكر بالتوراة والتوراة هي كتب موسى الخمس التكوين، الخروج، اللويين، العدد التثنية ولا ننسى وجود أصفار قديمة أخرى ضمن الذكر فقبل التوراة وهي صحف إبراهيم كما جاء في صورة الأعلى لآية 19 صحف إبراهيم وموسى وهذه الصحف لا يعلم عنها فقهاء الإسلام إلا الشيء القليل وبالكاد يمرون عليها مرور الكرام رغم وجود إشارات عديدة في القرآن تتحدث عنها وذلك في صورة البقرة الآية 136 قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأصباط وتكات التطابق مع الآية 84 من صورة آل عمران التي تبدأ بقل بدلا من قوله وفي صورة النجم الآية 36-37 وصورة الأعلى 18-19 إن هذا لفي صحف الأولى صحف إبراهيم وموسى كذلك جاءت الإشارة إلى الصحف الأولى في صورة طاها الآية 133 أولم تأتيهم بيّنة ما في الصحف الأولى؟ والسؤال المطروح هل هناك صحف معروفة لإبراهيم الخليل؟ بحسب العقيدة اليهودية والمسيحية لا توجد صحف لإبراهيم أبو الأنبياء وهذا ما جعل بعض الباحثين يفكرون أو ينظرون إلى ما يرمز إليه القرآن عندما يتحدث عن الصحف الأولى خاصة صحف إبراهيم فمن بين هؤلاء نجد الأستاذة جينيفيف جوبيلو من جامعة جون ليون تقول إن هذه الصحف إشارة إلى عهد أو وصية إبراهيم وهو نص يعود لكتاب الأبوكريفة أي هو نص منحول للعهد القديم من الأدب القيامي بمعنى الإخبار عن يوم القيامة الأبوكاليبس ومن المرجح أنه كتب في القرن الأول أو الثاني الميلادي ونسب إلى عزراء الكاتب أي أحد أنبياء بني إسرائيل ويتحدث عن قرب موت إبراهيم الخليل والله يحاول أن يمنحه فرصة لكتابة وصية لأبنائه وخدامه بعد عروجه للسماء ليرى أهوال يوم القيامة لكن إبراهيم الخليل رفض بعناد كتابة وصية قبل موته لينتهي الأمر بلا وصية وهذا النص مقدس عند جماعة من اليهود الإتيوبيا وهم بيت إسرائيل وعن صحف موسى تقول أستاذة جوبيلو هو إشارة إلى صفر اليوبيلات ويسمى كذلك بصفر التكوين الصغير وهو كتاب منحول بحسب معظم الكنائس التقليدية ما عدا الكنيسة الأرثودوكسية الإتيوبية كذلك صفر أخنوخ أو نسخة أخنوخ الإتيوبية يعتبر أيضا من صحف موسى وهو من الأصفار غير القانونية معترف به عند الكنيسة الأرثودوكسية الإتيوبية فقط وينسب خطأا إلى أخنوخ في صفر التكوين الإصحاح 5 من العدد 18 إلى العدد 24 وإذا كانت هذه الفرضية صحيحة فيمكن القول إن القرآن يعترف بكتب أبوكريفا عند يهود ومسيحي الحبشة نكتفي بهذا القدر وإلى اللقاء في الحلقة المقبلة